كريم يسأل ويقول هل راجع ابن عباس عن قول بجواز المتعة المتعة محرمة راجع ابن عباس أولم يرجع أخي الكريم لابد أن نقول هذا راجع ابن عباس أولم يرجع حرام المتعة ما تجوز ولذلك قال ابن عبد البر في مسألة الدرهم بالدرهمين والدرهم بالدرهمين وقريب الفضل والنسيئة قال راجع ابن عباس أولم يرجع لا حجة لأحد كإن من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المتع حرم المتعة قال أبد الأبد أبد الأبد حرمها بعد سبايا أو طاقف قال المتعة حرم أبد الأبد أبد الأبد فهنا يعني لأن المتعة كانت جائزة لأنها كانت من أنكحة الجاهلية بالأصل ثم بعد ذلك حرمت في غزة خيبر إن الله ورسوله نهي لكم عن الحم الأهلية والمتعة ثم أباح مرة ثانية ثم أحرمها في سبايا أو طاقف وحرم تأبيدا قال أبد الأبد فراجع ابن عباس أولا لم يرجع فإنه حرم وحقيقة حتى نكون منصفين مع ابن عباس رضي الله عن أرضاه أن ابن عباس يعني كان يقول بالمتعة ما يقول بأنها حلال صرف كان يقول بأنها كالميتة للمضطر كالميتة للمضطر ومع ذلك ما نقولنا لا لا يجوز بل فوق المتعة اللي هو غير المتعة نكاح ممكن يستديه من اللي هو نكاح من نية التلاق ممكن يستديه لكن ما يجوز بحال من الأحوال يقال بأن نكاح المتعة جائز هذا حرام 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 راجع ابن عباس أولا لم يرجع فإنكاح المتعة حرام